في ظاهرها تبدو عبارة مضحكة لكن مضمونها مليء بالسخرية السخرية من الواقع المرير الذي فرض على معلم ريف حلب هذه اللافتة وغيرها تختزل قصة أعوام من الحراك السلمي المطالب بتحسين المستوى المعيشي للمعلم تقف هذه الكفاءة التعليمية هنا متحملة جميع الضغوطات لإيصال أصواتهم إلى المسؤولين عملت في التعليم لكن أصواتهم قوبلت في معظم الأحيان بالتهديد والوعيد وأحيانا باستجابة خجولة في ظل هذه الأزمات التي يمر بها الواقع التعليمي يبقى الطلاب المتضرر الأكبر من إضراب المعلمين على الدوام وتعنت المسؤولين بقراراتهم ما أسهم في انقسام آراء ثويهم بين مؤيد لحراك المعلمين ومعارض له من البديه والطبيعي أن ينقسم الشارع لأن نظرة ولي الأمر إلى العملية التعليمية هي أن ولده اليوم موجود في المنزل والمدرسة مغلقة ولكن لو أتينا أو نظرنا بمنجهة نظر المعلم العملية التعليمية في انهيار الطالب كما قدومه إلى المدرسة وعودته من المدرسة واحدة فنحن اليوم نطالب بتحسين العملية التعليمية وإذا لم تتحسن العملية التعليمية فنحن من انهيار إلى انهيار إضراب واحتجاجات وتشكيل نقابة للمعلمين وحلها من قبل مديريات التربية في أواخر عام 2019 لتعود الكرة مجددا لكنها بوتيرة أسرع في عام 2021 فأعداد المحتجين من المعلمين ازدادت وسقف المطالب ارتفع وبات للمعلمين في رف حلب نقابة جديدة تعنى بحراكهم والمطالبة بحقوقهم حقيقة ممكن أن نشهد مقاومة لهذه النقابة وإبطالها أو إقافها هذا أمر حاطي نصب أعيننا قولا واحدا ولكن نقول هذا العدد الهائل من المعلمين عدد كبير جدا من الأفضل تنظيمه ضمن جسم جسم اجتماعي حضاري يؤدي نتائج إيجابية أما إن تركنا هذا الجسم أو العدد الهائل من غير جسم يضبط أمورهم فلابد من أن تنساح الأمور إلى الأسوأ قولا واحدا حصبوا المعلمين حصبوا المعلمين يتقاضى المعلم في ريف حلب راتبا لا يتجاوز مئة دولار في حين يقدر متوسط راتب المعلم في المدارس التي ترعاها المنظمات الإنسانية في إدلب بمئة وأربعين دولار حيث يعتبر المعلمون أن هذه الرواتب غير كافية للتعايش مع الظروف التي تمر بها البلاد ولا سيما أننا نتحدث عن منطقة تختنق بالأزمات الاقتصادية وعن رواتب ينهيها غلاء الأسعار في الأيام العشرة الأولى من كل شهر هشاشة العملية التعليمية في المدارس الحكومية باتت تهدد مستقبل الطلبة وذلك لعدم وجود خطط واضحة من المسؤولين عن ملف التعليم للنهوض بالعملية التعليمية ما دفع كثيرا من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة خوفا على مستقبلهم الدراسي همام الزين تلفزيون سوريا ريفو حلب